مرحبا فيكم حبايبي برج الميزان. شو مخبيلنا? هاي القراءة رح تكون لاهم الامور او التوقعات او التحذيرات. ان شاء الله يكون شهر حلو. شايفيتك يا ميزان لسه عايش شوي في طاقة الماضي. ما عم تنسى. خلينا نشوف هلا شو اللي ما عم تنسى. نسحب كروت كنتيجة او كخلاصة للموضوع. للقراءة. عشان ما انسى خلينا نقول الطاقات اللي رح تتعامل معها اكتر اشي هذا الشهر او الطاقات اللي موجودة في الاوراق. هو ايه نارية. اكتر اشي. كمان مائية. هدول اكتر طاقات اه ظاهرة عندي. بين يا مرج الميزان في منكم اما طلق او اه على على يعني على خطوة صغيرة من الطلاق او ما اخدين اه هذا القرار اه شايفة في عندكم شي مات شي انتهى وشي جديد اه بلش. فشايفيتك انبعد عن شخص معين عن وضع اه معين ولكن في علاقة ثالثة شايفيتك عم بتقارن او الطرف الاخر عم بيقارن. اه عم بتكون اه يعني خلينا نقول عم بتكون كتير محتار بين شخصين او بين اه امرين. رح تاخد اه قرارك اه اه ناحية اه الشريك. شايفة الشريك كمان اه كتير زعلان يعني انتو التنين مزعلين بعض خيرات الله. كتير عم بشوف زعل وكتير عم بشوف اه تراكمات اه بناتكم. اه لكن شايفة في في نهاية الشهر ممكن يكون من من ثالث اسبوع لنهاية الشهر شايفة في مبادرة من احد الطرفين في مصالحة اه في يعني في بوادر خير لهذا الموضوع. مع انك حاولت انه تستشفي شايفيتك يا برج الميزان اه يمكن الطرف الاخر هو اللي غلط فيك ما بعرف لانه انت مبين اه كتير مجروح وكتير زعلان او انتو التنين يعني اه زعلت بعض. اه فا وشايفيتك عم تحاول تستشفي من هذا الموضوع عم تحاول تطلع هذا الشخص من اه راسك او من حياتك اه ولكن انا شايفة في رجعة بيناتكم في مبادرة وفي يعني اشياء حلوة بيناتكم اه لسه ما نسيتوها. شايفيتها انها راح تتجدد اه هاي الفترة. شايفيتك حبيبي الميزان شايفيتك اه عم عم تحمل حمول كبيرة في اه كتير عليك مسؤوليات اه ممكن مادية اه عم بشوف يعني كل اشي محطوط على راسك انت. يعني اذا كنت اه متزوج فا اكتر اكتر الحمل بيكون عليك مش على الطرف التاني. انا شايفيتك حامل حمول كتير كبيرة اه فا يعني هاي هاي الامور اه كلياتها راح شوي شوي اه تخف اه هون في طاقة جميلة جدا يعني خاصة طاقة روحانية بينك وبين الحبيب اه ممكن انكوا تتشاركوا هاي المشاكل او هاي المسئوليات مع بعض اه شايفة انه الشريك بيفكر فيك بطريقة كتير حلوة عم ياخد عنك اه اخبار او عم بيسأل عنك عم براقبك اه من بعيد ولكن انت هاي الفترة مسكر قلبك مش حابب ابدا انك اه يعني اه وكأنك زعلاني كتير او اه ما بعرف لانه هون في عندي طرف اه تالت عم عم بيحاول انه اما اما انه هذا اللقاء ما يسير او هاي العلاقة ما تستمر اه او انه فعلا عم بيعمل اعمال مش منيحة اه اعمال اللي احنا بنعرفها لانه هدول الكرتين مع بعض اه يعني اعمال فيعني ما بحب هاي الكروت بس بظلها تطلع لي اه كمان بزيدك من الشعر بيت كمان انت محسود يعني مش بس اه فحاول انك تطلع من هاي او انا عم بشوفك انه عم تستشفي يعني انا عم بشوفك عم فعلا اه بتحاول تتخلص من هاي الامور اه للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد اه بناتكم في شوية شك في طرف عم بشك بالطرف الاخر اه بعلاقات ثلاثية ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر اه كتير اه رح تصفى شوية العلاقات بس بدها اه شوية وقت يا برج الميزان اه بدك شوية وقت اه تصبر بسبتمبر على اه الشريك بالنسبة للعمل شايفة فرصة حلوة كتير بالنسبة للي بيشتغلوا واللي ما بيشتغلوا فيه فرصة رح تطرق بابك اه يعني ما كنت مخطط لها انت كنت عم تبحث عن عمل تاني او مقدم لشغل ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة اه مش متوقع وعلى فكرة فيه يعني فيه اموال او فيه فلوس حلوة كتير من هذا اه الشغل فيه ناس عم بيفكروا يفتحوا مشروع جديد فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع انا عم بشوفه كتير اه يعني اه عم بمشي لا لا اتجاه حلو اه او اه او انه ترقية للناس اللي عم بستنوا اه ترقية لانه عم بشوف اموال فهي من الترقية شكلها من الترقية اه في العمل للعزاب اه في احتمال انه اه يعني يتعرفوا على شخص جديد ما كانوا يعرفوا قبل اه هذا الشخص اه رح يكون اش عارفه اما انه انت عم تحكي معاه على الانترنت او لانه شايفيته فيه فيه اختلاف كبير بينك وبينه اما بالعمر او بموضوع معين اه هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي ممكن اه مائي اكتر شي طاقته بتبين اه شخص اه اه مادياته كتير اه ممتازة اه بيحب الحب يعني رومانسي شوي خلينا نقول رومانسي وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالاسبوع الثاني اه او الاسبوع الثالث اعرفوا انه هذا شخص اه مناسب انا بحكي للعزاب اه متسلقين ارامل اللي ما عندهم شريك في حياتهم وعم يستنوا اه نصفهم الاخر بس شايف منك اه برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم اه طاقة اه زعل فحاول انك تطلع من هذا الموضوع بقى قرب وقت ممكن لانه اه الورق يعني مليان بشاير انا بعرف انك بتعاني خاصة من الطاقات السلبية خاصة من اه الحسد ولهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير يعني انت بالطريق الصحيح فكمل الاستشفاء شوف اذا في تحذيرات لهذا اه الشهر لبرج الميزان اه تحذيرات اه بيقولك انه يعني وكأنه بيحكي لك الكرت انه انت شوي مبعد روحانيا عن ربنا او عن روحانياتك فارجع اه لا للقرآن ارجع لصلواتك لدعواتك اه ارجع زي ما كنت لانه انت بالاساس شخص اه روحاني جدا يعني شو في احلى من هيك روحانيات انت شخص كتير كتير روحاني هدول كرتين مع بعض يعني انت على تواصل روحاني كبير جدا اه فخليك اه يعني زي ما انت اذا كنت على روحانيات عالية واذا لا اه او ارجع زي ما كنت اه عم بشوفك اه في تحذير اخر انه في اصدقاء في اشخاص عم بيكنو لك الشر عم بيوصلو لك اخبار وهي الاخبار عم بتكون غلط اه عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الاشخاص اه طالع من عندهم حسد بالنسبة لالك فدير بالك حبيبي خلينا نشوف كوية العقل الباطن كرت لالك وكرت للشريك اه للي عنده الشريك بالنسبة لك اه بالنسبة لك اه بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت العلاقة خلص بطل فيها اي امل اه وكأنها هيك العظمي خلص اه يعني شخص يعني مات وشي بعموت هيك انت عم بتفكر بالعلاقة او عندك هواجس من هذا النوع هذا بالنسبة لك بالنسبة للشريك على العكس تماما الشريك شوف اه في لفة معينة في اه ولكن هاي اللفة يعني او بطريق نحو الارتباط طريق نحو خلينا نقول التطور في العلاقة يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة هو عم بيفكر ماليا عم بيفكر كتير وانت عم بتفكر كمان بالارتباط من هذا الشخص فعقله الباطن وعقلك الباطن تقريبا عم بيفكره بنفس الطريقة ولكن انت شوي اكتر سلبية اه الشريك عنده امل اكبر في هاي العلاقة طيب نشوف بالنسبة للمصائح الله اكبر عم بقدم بقولك انه انا اسفة بس بقولك انت كتير هاي الفترة كتير قاسي عم بتكون كتير قاسي على على اللي حواليك او على الشريك يعني وكأنها افكارك عم بتكون كتير تف كتير احكامك قاسية شوي يمكن انا ما بلومك يمكن من كتر ما عشت صدمات اه صارت احكامك قاسية او انت صارت قاسي قلبك مش زي زمان قلبك شوي صار اقسى من زمان يعني مرجي الميزان طيب ولكن اه بقولك هاي الفترة انت عم يعني كانوا بحذرك بحكي لك انت عم بتكون قاسي كتير هاي الفترة على الشريك فشوي يعني هون بحكي لك اختار الحب بقولك انه اختار الحب لانه الحب هو الوحيد اللي رح يطلعك من اللي انت فيه او رح يجيب لك الخير فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين او لشريك لا للاصدقاء حب حتى الاشياء الحب بشكل عام بيولد طاقة ايجابية عند الشخص وبيقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل اشكاله لحتى يساعدك انك يعني تتعدى او يعني تمشي في التحديات التحديات اللي انت عم بتمر فيها فبقولك بالحب بتقدر انك تتخطى هالامور لا بالانتقام ولا بالافكار يعني القاسية ولا بهاي الامور كلها لا كون كما عهدناك يعني شكرا شكرا هذا الكرت شي يعني رح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عند بش شريك ممكن الفترة الجاي تكون فترة رومانسية كتير فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة شكرا 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 لديو انت من الناس اللي عندهم حاس السادسة او قلتلك انت روحاني شخص روحاني فبيقولك هون انه خلي الحاس السادسة او خلي احساسك هو اللي يقودك مش دايما تشغل يعني كلهاتنا بنعرف برج الميزان عامل بلانس بحياته بيفكر بعقله احيانا اكتر من قلبه بيعني بيوازن الامور فبيقولك اعتمد على حاصيتك السادسة اكتر بيقولك كمان بيقولك انه الدموع شغلة حلوة ممكن انك تعيط ليش ما تعيط هذا ما بعرف الكرت طلع قبل هيك بيقولك انه البكاء شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك ذرذبات سلبية ممكن تضرك فهو بيكون مثل الهيلر الى السول تبعك بيكون مثل نوع من الاستشفاء او انك تطلع من الحالة اللي انت فيها فالبكاء شغلة مش سيئة هذا طلع مقلوب سببورت وكأنه بيحكي لك انه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك اكتر يا برج الميزان خاصة في العمل رح تفتقد شوي لانه يكون في عندك سببورت او دعم فيعني رح تقوم في معظم الاشياء او في اغلب الاشياء رح تكون انت لوحدك ولكن انا شايفيته انه برج الميزان ادها الميزان من ادكى الابراج وممكن انه يعني يحقق كتير نتائج بفترات اصيرة في عندهم ذكاء ما شاء الله بيقول لك ما تشطت حالك اختار هدف هدف اختار goal goal لحتى انك تعملهم بيقول لك انه طاقتك عم بتروح ناحية كتير افكار وعم بتشتت حالك باكتر من فكرة بدك تنفذ اكتر من فكرة في نفس الوقت بيقول لك بيقول لك انه ركز اكتر على موضوع معين كل فترة يعني ما تضيع حالك باكتر من شغلة في اكتر من يعني في الوقت نفسه فبس بيقول لك الانجلز هلبيو يعني عم بتساعدك في كل الامور ولكن انت اعمل فوكس على شي معين ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير او تشطت انتباهك لاكتر من شغلة بهاي الفترة خد الامور شوي شوي بتأني هون بيقول لك انه انتظر بيقول لك اذا ما ازبط معك مايك موضوع في قدامك كتير اوبشنز كتير فرص كتير افكار فاذا كان فيه يعني شي او مايزبط فيه آبشنز كتير بيقول لك ما تزعل يعني رح تكون يعني رح ترشدك ورح تكون معاك ورح تحاول انها تريحك. وهذا كله يعني بسبب الروحانيات اللي انت فيها. شايف روحانياتك حلوة. لبرج الميزان. بيقولك هون انه يعني لازم شوي تعمل رفرش لروحك. انت لك فترة عم بتعيش بالماضي. عم بتعيش في على الاطلال. خلينا نقول. عم بتفكر بامور سابقة. او مواضيع ما كنت عم تحصل عليها. عم تطلع عليها الطريقة اه كتير متشائمة. فبيقولك لا انه يعني اعمل لروحك اطلع انزل اعمل اه شغلات كتيرة لانه اه شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها اه شغلة احلى. فما ما نكون يعني مركزين بس على الشغلات اللي احنا ما بنملكها. اه هون شايتك هاي الفترة رح بيدي الميزان رح يكون في عندك اه اه شوي وفرة مالية. و اه هاي الوفرة رح اكتر شي تصرف على اللبس. وال اه تصرف على كتير على على المظهر على اه على هاي الامور. فبيقولك انه شوي شوي يعني ما تزيدها او تكترها. انت اساسا بيقولك انت اساسا جذاب بدون هاي الشغلات كلها. طبعا مو غلط انه يعني نفكر بهاي الطريقة بانه نغير نفسيتنا و اه كزا. و اه شايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل و عم بتنشي على خير شغلة حلوة يعني اه عم بتزيد لهم اه اه طاقتهم الايجابية والثقة بالنفس. هلأ بترككم اه تسألوا سؤال اه عشان نجاوب عليه بنعم او لا تضمروا على شي معين. اه خلينا نشوف انه رح يتم ولا ما رح يتم. فخلينا نشوف شو هو السؤال. والاجابة نعم او لا رح تكون. اذا نعم بنشوف لها توقيت معين او بنحاول بشكل تقريبي نعرف التوقيت. و اذا لا. يعني انت وحظك. لا شايفة انه هاي الشغلة رح يتير ولكن يا برج الميزان رح اتير على اه فترات بطيئة على خطوات اه بطيئة ما رح تتير مرة واحدة هاي الشغلة. اه في شوية عوائق اه رح شوي شوي تزول وتتحقق هاي الشغلة.